بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على ربوث الرحمة العالمين كيف تزيد ميراثك في الجنة كل يوم ما لا يقل عن ألف مليار كيلومتر مربع وتمر على الصلاة يوم القيامة كالبرق وتتمتع برؤية رب العالمين في الجنة يوميا كل يوم في الصباح وكل ذلك في ربع ساعة يوميا تزيد في ميراثك في الجنة يوميا في أقل من ربع ساعة ألف مليار كيلومتر مربع وتمر على الصلاة يوم القيامة كالبرق وتتمتع برؤية رب العالمين كل يوم في وقت الصباح في الجنة وتكون في أعلى درجات الجنة وكيف تفقد كل ذلك بتخاذلك عن العمل حديث من الأعظم حديث السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من قام في ليلة بعشر آيات ومن قام بمئة آية كتبة من القانتين ومن قام بمئة آية كتبة من القانتين تعالوا نفصل نحلل هذا الحديث ونشرحه ونقول لازاي إنسان ممكن يحصل السواب العظيم ده في ربع ساعة كل يوم وازاي كتير من الناس بتضيع هذا السواب من قام بعشر آيات لو نكتع معند الله من الغافلين معنى اللي بيقوم بيصلي بعشر آيات ما بيكتبش من الغافلين معنى كلا أن في ناس بتكتب يوميا من الغافلين اللي ما بيقومش الليل خالص يبقى لو صليت ركعت واتر واحدة بعد صلاة العيشة قرأت الفاتحة وقرأت صوت الكاثر يبقى أنت كده قريت عشر آيات واشتكتب الليل ده من الغافلين رسول اللي بمئة آية تكتب من القانتين في الليلة دي وكتب لك قنوط ليلة يعني قيام ليلة في حديث صححه الإمام الألباني من قام في ليلة بمئة آية كتبت له بها قنوط ليلة قنوط ليلة يعني قيام ليلة كلمة القنوط معناها الوقوف الطويل لله سبحانه وتعالى وماريو مابنة عمرانا التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربيها وكتبه وكانت من القانتين لكن الأعظم بكثير جدا أنك تكتب من القانتين أن أنت تصلي بألف آية بس دي فيها مشقة كبيرة تصلي بألف آية يعني مثلا تقرأ جزء عامة وجزء تبارك ده هياخد منك مثلا حوالي حوالي ساعة ونص مش قبل من ساعة وفيها مشقة وما تدرش تعمل كده كل يوم عشان تبقى صليت بألف آية وتكتب من القانتين إيه هو القنطار إيه هو القنطار قالوا أكوالا كثيرة في كلمة القنطار بعضهم قال لو أنت مليت الكرة أرضية كلها حسنات ما تسويش يعني جزء صغير أو من القنطار لكن الصحيح إن القنطار أعظم من ذلك بكثير الحديث الصحيح سيدنا معاذ بن جبل سأل للرسول صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله وما القنطار قال له القنطار ألف ومئتان أقية والأقية خير مما طلط عليه الشمس وخير مما بين السماء والأرض الأقية الواحدة بس طبعا ده معنى إيه؟ معنى اللي بيكتب له القنطار أو بيصلي بألف آية في ليلة بياخد كأنه تصدق بأكتر من الكرة الأرضية كلها ألف ومئتان مرة يعني بالزبط تشبيه كده بسيط كأنه واحد عنده وقف أرض عنده عنده أرض مساحيتها أدى كرة أرضية كلها أو أكتر جعلها وقف لله أو بحها وتصدق بتمنها طب الله عليكم لو واحد عنده أرض مساحيتها أدى مساحة الكرة أرضية كلها وجعلها وقف لله ربنا عواضه في الجنة قد إيه؟ مش بقى قال لتقدير يديره زيها؟ يعني يديره في مساحة الجنة أرض زيها مش طلع أرض لله قد مساحة الكرة أرضية العبوب بأقل تقدير ده ومفروض أكتر من كنا بكتير ده الحسنة بعشرة وربنا بيداعف مية وألف طيب طيب فيه مساحة الكرة أرضية كلها ده إيه؟ مساحة الكرة أرضية نصف مليار وستة وستين مليون كيلو متر مربع يضرب بقى المساحة دي لبقى إذن اللي بيكتب لقنتار بياخد قد مساحة الكرة أرضية في الجنة كل يوم في مراسه بيتزيد إضرب إضرب ستة وستين مليون وإنصف مليار وستة وستين مليون في ألف ومتين أو أكتر كمان يبقى يعمله إيه؟ يعمله ستمائة مليون أو سبعمائة مليون ستمائة مليار ستمائة مليار أو سبعمائة مليار كيلو متر مربع ستمائة مليار أو سمائة مليار كيلو متر مربع لقد أنت ممكن تحصل السواب ده وأعظم منه بكتير وبكتير جدا كمان في أعلى من رابع ساعة هل يخسر الخسارة الفاتحة التي لا يخسر فجر في الجامعة والذي يصلي فجر في الجامعة سوابه أعظم بكتير من السواب ده أقول لكم الدليل من السنة لقد أنت تعرفوا أده والذي يخسر خسارة فجر في الجامعة يخسر خسارة فاتحة جدا سيبكي عليها دما أنه أقسم الله عظيم قسما وحاسب عليها من القيامة أخسم الله عظيم قسما وحاسب عليها من قيامة يصدر خسارة الفجر كل يوم في الجامعة يبكي دما أنه الأمر من القيامة على من رأس العظيم يضيعه السواب العظيم سيدنا عصمان المعفال قال سمعت الرسول الله esta وصله ما قال في الحديث من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليلة كله طب ليه سيدنا عصمان قام الليلة كله في فرق من الكتاب لك قيام ليلة مجازا الكتاب لك قيام ليلة مجازا من انت تصلي بمئة آية احنا قلنا ان او من قامة بمئة آية كتب من قانوتين يعني انت لو صليت اربع ركاة بعد سات العيشة قريت فيهم صورة الوقعة اي صورة الوقعة فيها 98 آية وطبع هي حتقر الفتحة اربع مرات بكده قريت اكتب لك قيام ليلة والافضل انت تقرأ صورة الاخلاص تلاتين مرات صورة الاخلاص فيها اربع آيات في ثلاثين بمئة عشرين آية غير الفتحة يبقى انت كده عدية المئة آية يعني كتب لك قيام ليلة وهتبني ثلاثة اصول عظيمة في الجنة وهتاخد سواب ختم القرآن عشر مرات لكل ثلاثة بختمة لان رسول صورة الاخلاصة قال في الحديث من منكم يستطيع ان يقرأ صورة القرآن في ليلة قال رسول الله من يتيقوا ذلك من يقدر قال من قرأ قلوا الله احد فقط قرأ صورة القرآن طبعا رسول صورة يقصد في الصلاة يبقى لو انت صليت الاربع ركعات دول متصلات حتى واحدة يعني ما تصليش ركعتين ركعتين صليهم اربع متصلات كي انك صليتهم ليلة القدر او ليلة السبعة والعشرين لاتهي ارجع ليلة عند جمهور العلماء انها ليلة القدر بس ده لا يقارن بصحاب المقنطرين لا لا يقارن بصحاب المقنطرين يعني ما تصلي اما تصلي في عشر دقائق يقول ربع ساعة اربع ركعات وتقرأ فيه اخلاص ثلاثين مرة لا يقارن بان انت كتب لك قنطر اللي هو انت تقرأ الف اية ولا يقارن القنطر بالسباب اللي سيقوله دلوقتي بس سيدنا عثمان المحفان بيقوله يقوله من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله يعني كله يعني كأنه صلى من بعد العشة وقف على جليه من بعد العشة من غاية ساطر الفنطر ما لمشي ولا لحظة عن مليئ القرآن وهو وقف على رجليه ذلك سيدنا عثمان ابن عفان الدليل التاني ان سيدنا عمرو بن خطاب كان يقول لان اصلي الصبح في جماعة او لان اشهد الصبح في جماعة احبوا الي من ان اقيم ليلة كاملة يبقى انت لو صليت الفجر في جماعة في ربع ساعة افضل من انت توقف على رجليك طول الليل طب احنا بنقول ان الف قراءة الف اية او انت بتصلي بتسوي قنطار طب الواحد لو وقف على رجليه طول الليل يقرأ كام اية حسنا بنقوله في ساعة او في ساعة ونصف بتقرأ الف اية او من انت لو وقفت تمن ساعات على رجليك بتقرأ كام اية في زماننا ده مش هيرق ألو من ثلاث تلاف اية عارفين ليه ان سيدنا عثمان ابن عفان كان يقرأ القرآن كاملا كان يصلي عيشة في الحرم وكان بعد كده يصلي ركعة واتر يقرأ القرآن كاملا من اوله من اوله الاخره والحديث ده صحه الامام السائب وبعد كده وقبل الفجر بكم دقيقة يكون مخلص القرآن كاملا ومعني يصلي فجر في الجامعة صلاة سيدنا عثمان ابن عفان الفجر في المسجد في الحرم افضل من التصواب اللي هو خده لما وقف على جهة طول الليل وقرأ القرآن كله من اوله الاخره كان يفعله ذلك هو شيخ يعني تعدى تمانين سنة يبقى يبقى الواحد مننا في زماننا ده لو هو ماهل بالقرآن هقرأ مش قلم 3000 آية او يقرأ عشر اجزاء يبقى هتقرأ 2000 او 3000 آية يعني هكتب لك اكتر يبقى هتحدى هتحدى قنطرين او 3 اناطير يعني هتزود ميراسك في الجنة 1000 او 1500 مليار ربما هتصل 2000 مليار كيلو متر مربع يعني قد بسحة الكورة ارضية دي كلها 2000-3000 مرة زيادة في ميراسك في الجنة الزيادة دي فيها قصور فيها حرعين فيها ولدان مخلدون فيها انهار فيها شجر ما اللي اعلموا الله سبحانه وتعالى يبقى اللي بضيع صباحة الصبح في الجامعة يخسر كل ده يخسر المراسل عظيم في الجنة لأن صلاة الفجر في جماعة بتعدل قيام للا بحالها يعني بتعدل اكتر من قراءة 3000 ايه او 4000 ايه حسب كنت تتقوح كلها منها وسيدنا عثمان لمعرفة كان بياخد صباب اعظم اللي كان بياخده لما يقرأ كل اناطير دي اول حاجة الحاجة التانية اشتوف افهمي حاجة التانية هتخسر النور العظيم اللي هتعدي بها للصلاة ايه هو الصلاة لاي فيه ناس فيش فهم ايه هو الصلاة الصلاة ده يضرب على متن جهنم وهو ادق من الشعر واحد من السيف هتمشي عليها وانت حافي وعاري يضرب على متن جهنم من اولها الاخيرة ادق من الشعر واحد من السيف طول الصلاة ده لو ما قالوا طوله حوالي مسيرة 15 الف سنة لأنه بطول جهنم تعافين جهنم دي حجمها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث تأتي جهنم ويوم القيامة لها 70 الف زمام يشده كل زمام 70 الف ملك ما بين شحمتي اذنه كما بين المشرق والمغرب يعني حجم دماغ الملك الواحد بس قد كرة ارضية كلها يعني جهنم حيجي ويوم القيامة بيجرها اربعة مليار وتسعمية مليون ملك حجم دماغه بس قد كرة ارضية كلها او اكثر يبقى جهنم دي حجمها قد ايه طب الشرر اللي بيطلع منها قد ايه مش ربنا بقول في صوت المسرات انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر بيطلع منها لتقولي قنابل زرية والقنابل النووية وانت هتمشي وسط القنابل دي وخط ارفع من الشعر واحد من السيف كلنا لازم هنعدي عليه وإن منكم إلا واردها كان عربيك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جيثية في صورة مريم يبقى هتمشي ازاي على الصراط اللي بخليك تمشي على الصراط بسرعة صورة الصراط الفجر في الجامعة عارفين ليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح بشر المشائين في الظلم بالنور التام وفي رواية بالنور العظيم يوم القيامة الظلم اللي هي صراط العشاء وصراط الفجر يبلق اللي بيصلي الفجر في الجامعة كل يوم هيبقى معه نور عظيم هيبر كالبرق أو كلمح البصر ويسل إلى أعلى دراجات الجنة اللي بيضيع صراط الفجر كل يوم هيضيع منه النور العظيم هيمشي على الصراط يترنح طبعا صرعته هتبقى قلب كتير الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الناس على الصراط على ثلاثة أصناف ناجن مرسل أو مارن مخدوش أو هاون في نال جهنم ناجن مرسل دمعاء نور عظيم فهيمر كالبرق أو كلمح البصر فالكلاليم دي بيش هتطوله لأن النار بيطير منها شرر أو بيطلع منها كلاليم كشوك السعدان بيتخمش الناس وتلسحهم فإما حكوم من الصنف الثاني أو مارن مخدوش مارن مخدوش ده بقى مش قادر يمشي بسرعة ضايع منه النور العظيم بتاع صلاة الفجر هيمشي بسرعة أقلب كتير هيمشي على الصلاة يا ترى خليبالك أن تنماشي على خط أرفع من الشعرة أو أحد من الصيف وجهنم مزلمة جهنم سوداء شديد الظلمة مش هتشوف كف إيدك مش هنفع غير النور اللي هتعدي عليه عن الصلاة والله هو نور صلاة الفجر أهم حاجة بشر المشائين في الظلم بالنور التام وفي الرواية بالنور العظيم يوم القيام بما أنت بضع منك النور العظيم هتخمش وتلسح في كل أنحاء الجسد أو مار المخدوش وده إن وصلت تكون في الدرجات الأدنى في الجنة تصل إلى الجنة بعد أن تحترق في جميع أنحاء الجسد أو هاون في ناري جهنم والعوز بالله وده الصنف الثالث وده الاحتمال الأكبر والعوز بالله أو أنك أنت تخبطك الكاليليد دي طيارك من فوق الصراط وتقع في جهنم والعوز بالله هتبقى بإحنا نفيش أشد منها محن وأنت على الصراط أقسم بالله العظيم قسم أن أحاسب عليها يوم القيامة أنك ستندم على كل صراط فجرة ضيعتها وأنت متمر على الصراط كل صراط فجرة ضيعتها هتندم عليها لما تلاقي نفسك معك نور ضعيف ووحد تاني يسبقك ويعد بسرعة جدا ويصل أعلى درجات الجنة وأنت ماشي عمال في محنة جديدة جدا أصعب موقف يوم القيامة على الإطلاق الأنبياء ينسون أنفسهم ومع الصراط مبلد بقى من بشرة العادية موقف صعب جدا وعد كده لو قد لك وصلت هتبقى في درجات الأدة في الجنة ده مش كده بس ده حتى بعد ما تخش الجنة شوف الخسارة الثالثة هتحرم من رؤية راب العالمين كل يوم في الجنة في وقت الصلاة الفجر شوف الرسول صلى الله عليه يقول في الحديث أنكم سترون ربكم في يوم القيامة كما ترون هذا البذرة في السماء وفي رواية كما ترون الشمس لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل شروق الشمس وقبل غروبها ففعلوا وتعبوا على صلاة القيامة في المسجد يبقى سنشوف ربنا سبحانه وتعالى لأن ربنا نور بتنزله وتروح لبيته في الضلمة يوم ربنا سبحانه وتعبوا نوره في وقت الصلاة الصبح كل يوم ما بتروحش وتستخفه وتستهزم الأزانة ما بتروحش الصلاة الفجر في المسجد هتحرم من رؤية راب العميد في الجنة دلا لأنك انت ستكون في الدرجات الأدنى في الجنة ونشتصل إلى أعلى درجات الجنة و ستبقى بعيد و هتحرم كل يوم في الوقت السعيم العميد سبحانه وتعبوا لقاء في الصلاة الفجر في الجنة يبقى تضيعت منك الميراسي العظيم في الجنة ضيعت منك النور العظيم اللي هتمر بي على الصلاة ضيعت منك التمتع بنور الله سبحانه وتعالى و أع Akbar عظم شيء في الجنة فعل اطلاق هو التمتع برؤية رب العميد في الجنة وعطم شيء على الإطلاق ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة يونس الذين أحسنوا الحسنة وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا دلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون علماء الأله الحسنة والزيادة التي هي أفضل من الجنة هي رؤية رب العالمين في الجنة تعطم أنك أفضل شيء في الجنة التمتع برؤية رب العالمين كثير كل هذا عشان تتكاسل وتتخاز عن صلاة الفجر في الجنة الخسارة جبيرة جدا جدا نزالك رصوصها صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن أهل في الدوس الأعلى يرود ربهم مرتين كل يوم وأن أهل الدرجات الأدنى يرود ربهم مرة كل أسبوع كلما تنزل في الدرجات الجنة وتبع بعيدا عن العرش تحرم رؤية رب العالمين ما تشوفش المرض قليلة لكي تعرفوا الخسارة الفادحة هذا مش كده هو بس أنت أنت في قلبك نفاق ومعرض في احتمال كبير إن الصلاة ما تتقبلش والعمل كله بابنى على الصلاة أنت تجازب في عملك أقول لك هذا الأدلة من السنة لكي تعرف بعد كل الخسارات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث والحديث في الصحي البخاري أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممتوا أن أمروا بالصلاة فتقام ثم أمروا رجل اللي يوصلي بالناس ثم أمروا بحاطم فيحطب ثم أنطلقوا مع رجالهم معهم حزموا من النار فوخالوا في الأقوام اللي يشهدون الصلاة في جماعة فوحرقوا عليهم بيوتهم إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى اللي يبقى تساقل عن صلاة الفجر والعشاء منافق لعلامة نفاق أقول لكم ليه دلوقتي وهم أن يسيب الصلاة صلاة الجماعة بسببه وهم أن يروح يحرق بيته طب إيه لمنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل كده قال له لا لا ما في البيوت من النساء والذراري لخالفتوا لأقوام فحرقتوا عليهم بيوتهم قال له للنساء والأطفال اللي لم يومش زم لو كنت زراحت الجامع لو كنت رحت البيوت الناس دي وحرقت بيوتهم عارفين ليه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي منافق أقول لكم الأذيئ الدليل أقول لكم أكثر من دليل أولا لأن لو واحد قال لك تعالى في وقت الصلاة الفجر عامل لي عامر بسيط مدة طرق ساعة وحدي لك مئة ألف جنيه أنت باش تصلي الفجر الناس هتصلي الفجر وانت هتبقى وقف في الجامعة هتعمل لعامل ده هتروح ألا باش هتروح بقى الأذن طب الهاتفا ده ربنا بينادي عليك لا بتروحش واحد مكلوء بينادي عليك بيقول لك تعالى عشان يديك مئة ألف جنيه بتروح بقى أنت بتوقّر المخلوق ولا توقّر الخالق توقّر مخلوقا ولا توقّر الخالق هذا نفاق ألا باش نفاق تفضل المخلوق على الخالق مش ده نفاق وش إرقه ولا لا وش درياء وشيركول مش كلا وبس ده تبتفضل حطام الدنيا على الاخيرة هولكم بقى دليل من السنة حديث صححه احمد شاكر في معظم التبراني وانهم لو دعونا لو انا رجلا دعا الناس ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لو انا رجلا دعا الناس الى عرق او مرماتين في المسجد لأجابوه وانهم لو دعونا الى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها ولقد هممت ان امر رجلا ان يصلي بالناس ثم اضرمها عليهم نارا وانه لا يتخلف عنها الا منافق رسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو فيه ولي ما وفتها ولحمة حتيجي تجري لكن ربنا بيقول لك الحقيقة على الصلاة فلحمة بترش لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من سامع النداء فلم يمنعه من ان يأتي عذر فلا صلاة له كانه يصلاش وقال عليه الصلاة والسلام من سامع النداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة ولا تصلها قالوا صلى الله من العذر قال خوف او مرض يبقى لم تقبل منه الصلاة خلي بالك العمل الرسول صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيام الصلاة في ايه تصله هتصلح على العمله كله واذا فسلت فسل عمله كله يبقى انت حتقابل ربنا بصحاب الصلاة بشكوك فيها عملك كله مبنى على الصلاة بشكوك فيها انت كل يوم تضلع الفجر في الجامعة وستستهزل وستخف بالأزان عايز ايه اكتر من كده فشوف انت بقى خسرت كل ايه خسرت كل ده خسرت النور العظيم في الجنة خسرت النور العظيم حتى تقديب على الصراط خسرت التماتي بروية رب العميل في الجنة ده مش كيره بس ده انت حتلقى رب العميل سبحانه وتعالى وفي قلبك غير سليم فيه نفاق وربما يضيع العمل كله لان الصلاة لا تقبل فحديث كثيرة جدا صحيح لوصها الصلاة شوف ايه فانا هكتب لكم الكلام ده في كله في الوصف يريدكم راح تسمعني دوقتي اتق الله ما تضيعش الصلاة العظيم ما تضيعش من رأسك في الجنة ما تضيعش النور العظيم اللي هتعد عليه ما تجذفش بعملك هانا هكتب لكم الكلام ده انسخون شروع لرشها هذا العلمي في طواب العظيم انا علم علما فانا اجرم عاما بيوم القيامة لا نقول ذلك مرقوني مشا انتواشوش تفعل الجرس والاشراك في قناة في قناة يا صلاة لكم كل جديد والسعادون عشال صنة روية اقول قول هذا استغفر الله